يلا بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن ولا الله يعطيكم العافية جميعا دفعة السنة الثالثة إن شاء الله راح أكون معكم اليوم في شرح المحاضرة الثالثة مادة الكونزيرفاتيب دينتستري إحنا أخذنا في المحاضرتين الماضيات أساسيات علمي الكونزيرفاتيب شي يعني الكونزيرفاتيب دينتستري إليش إحنا مهتمين بهذا العلم أنواع الحشوات بشكل أساسي أخذنا عن خطوات اللي ما درس المحاضرة الماضية ما يحضر هذا الفيديو إلا لما يرجع يحضر المحاضرة الماضية كاملة لأنه اليوم اللي درس المحاضرة الماضية رح تكون عبارة عن شغلات كثير بسيطة كثير خفيفة من يوم رايح رح تصير المحاضرات عبارة عن كلاس 1 أملقام بكرة بناخد كلاس 1 كومبوزيت بعدها بناخد كلاس 3 كلاس 2 أنواع البربراشن اللي احنا حكينا عنهم كل الكلاسز اللي احنا أخذنا عنهم رح ندرس كيف احنا بنعملهم البربراشن إيش الرستوريشن اللي بدنا نحطها خصائص البربراشن لهاي الحشوة فاللي ما درس المحاضرة الماضية لازم يرجع لنها تعتبر أساسية ومهمة لكل المادة لقدام اليوم عنوان محاضرتنا عن كلاس 1 أملقام الرستوريشن إذا شفتوا الصوت مش واضح أو إشي فاعذرونا أن تأخرنا عليكم برضو لأنه الأمانة كنت في وعك صحية فإن شاء الله أنه أقدر أكمل المحاضرة كاملة اليوم طيب المحاضرة خفيفة لطيفة إن شاء الله ما بتاخد مننا كتير وقت طيب الأملقام طبعاً قبل ما أبلش بالأملقام حابي بصراحة عملت لكم زي مقارنة ما بين حشوة الأملقام وحشوة الكمبوزيت إحنا حكينا أنه في كورس الكونزيرفاتف دينتستري في عنا نوعين من المواد اللي هم بنسميهم داير كتير استوريشن شو يعني إحنا بنحفر الصن مباشرة بنحط الحشوة تمام تمام شو هم نوعين من الحشوات حكينا في عنا أملقام في عنا حشوة الكمبوزيت حشوة تجميلية بدي أعمل زي مقارنة سريعة اللي بيحفظ هاي المقارنة أو بيفهمها فيهم رح يرتاح كثير 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 في مادة المتيرة وفي المواد اللي انت بتاخدوها في خصائص المواد رح يفهم متى أستخدم أملقام متى أستخدم كومبوزيت شو خصائص هاي شو فوائد هاي لما يجيك باش نتعلى العيادة بحكي لك دكتور أنا بدي أعمل طحون فيها كلاس وان أو كلاس تو وإيش بتنصحني هحط حشوة وضة ولا حشوة كومبوزيت نوعا ما الأملقام الآن قل استخدامها بشكل كثير كبير لأنه بالأبحاث يعني صار يحكو أنه فيه من أضرار الميركوري أو الزئبق الموجود فيها رح يكون أفضل فنوعا ما الأملقام نوعا ما مش موجودة بس ضروري نفهم ليش الأملقام موجودة لأنه في عيادات كثير قديمة لستاتر بتستخدم أملقام وأنا عن نفسي بفضل حشوة الأملقام عن الكومبوزيت يمكن الفائد الكثير كبير موجودة في الكومبوزيت أنها بتستخدم في كل مكان وبرضه حكينا أنها فيها ناحية جمالية حشوة الفضة نوعا ما الناحية الجمالية مش كثير موجودة فيها لكنها كريستوريشن جدا قوية جدا ممتازة طيب الكوست كلياتنا بنعرف أنه التكلفة للأملقام كثير أرخاص 10 دنانير هنا بدي يكون تقريبا 30 دينار 25 دينار فشخص إحنا خصوصا في مجتمعنا خلينا نكون واقعيين لما تيجي واحد بده يعمل 4-5 حشوات يعملهم بـ 50 دينار ولا أنه يعملهم بـ 200-300 دينار صح ولا لا فبالنسبة إلى الكوست إشي كثير مهم خصوصا في عياداتكم المستقبلية طيب الريتنشن ضرورة تعرفوا هذا المصطلح فيه إشي شو معنا الريتنشن يعني هاي الحشوة هل هي بتلزق في السن شو نوع الريتنشن يعني شو الإشي اللي بيخلي الحشوة ثابتة في مكانها البربراشن اللي إحنا عملناها فيه ديكتي عرف معلومة جدا مهمة إنه الأملقام حشوة ما بتلتصق في السن التصاق وإنما تعتمد على إشي بنسميه الميكانيكا ريتنشن شو يعني ميكانيكا ريتنشن إحنا كل ياتم نعرف لما نعمل البربراشن حكينا للسن وبنحط مثلا هون حشوة الأملقام حكينا حشوة الأملقام ما بتلزق في السن طيب يا دكتور مدام ما بتلزق في السن كيف إحنا ممكن نخليها ثابتة في مكانها إحنا حكينا بدنا نغير في شكل الكافيتي اللي موجود عنا شو يعني يا دكتور مغير في شكل الكافيتي زي ما إنتوا شايفين خليناها أكلوزلي كونفيرجن شو معنى أكلوزلي كونفيرجن يعني إذا أنت بتلاحظ هذه القاعدة للحشوة هاي القاعدة للبربراشن وهونا الأكلوزل سيرفس الأكلوزل سيرفس أضيق من البيز تمام فالحشوة راح تعلق في مكانها ما راح تكون قادرة على إنها تطلع برة هذا بنسميه شو نوع الريتنشن اللي احنا بنسميه هون بنسميه ميكانيكال ريتنشن طيب الكومبوزيت كلها هتنا بنعرف أنه حشوة الكومبوزيت لا بتلزق في السن يعني احنا في عنا بنسميه مايكرو ميكانيكال ريتنشن شو يعني مايكرو ميكانيكال ريتنشن رحكلكم بشكل مبسط رح ندرسها في المحاضرة الجاي فلنعتبر أنه هذا سن هذا هو عبارة عن الإنامل احنا لما نحفر بيكون في عنا إشي اسمه دينتاينل تبيولز دينتاينل تبيولز هيك بيكون شكلهم درستوهم أنتو في مادة الهستولوجي بيكون زي هيك فتوحات موجودة في الدنتين فاحنا شو بنروح بنسوي بنروح بنجيب مادة بنسميها الأسد إتش اللي هي بتكون لونها أسود عشان أعمل أنا هاي الثقوب في الدنتين وفي الإنامل بعدها بجيب مادة اسمها البند هذا البند بتكون عبارة عن مادة بتدخل داخل الدينتاينل تبيولز تمام تملأ هذا الفراغ الموجود في الدينتاينل تبيولز بعدها أنا باجي بحط الكمبوزيت هيك فبكون فيه عندي نوع من الالتصاق ما بين الدنتين وما بين الإинаمل وما بين حشوة الكمبوزيت اللي أنا بدي إياها فشو نوع الريتنشين الموجود في الأمرقم Seems like a notification جو نوع الريتنشين الموجود في الكمبوزيت نسميه Micro mechanical retention طب الكلاسيز اللي أنا بقدر أستخدم فيهم الأمرقم للأسف كل أياتنا منعرف أنه الأمرقم فيها ناحية غير جمالية فما بقدر أستخدمهم على كلاس 4 الموجودة في الأسنان الأمامية ولا كلاس 5 الموجودة في أعناق الأسنان ولا كلاس 3 الموجودة على الانسائزة على البروكسيمال آريا الموجودة في الانتيريار تيث بقدر أستخدمها فقط في كلاس 1 وكلاس 2 الموجودة على الأسنان الخلفية الموجودة في البروكسيمال والأكلوز السيرفيس الموجودة على الأسنان الخلفية فكلاس 3 وكلاس 4 وكلاس 5 ما بقدر أستخدم فيهم أنا لحشوة الفضة فقط بس بقدر أستخدم كلاس 1 وكلاس 2 طيب الكمبوزيت هاي شغلة ميزة في الكمبوزيت انه انا بقدر استخدمها في كل مكان بقدر استخدم الكمبوزيت فيها ناحية جمالية ممتاجة طيب كونزيرفاتيب شو يعني كونزيرفاتيب كل اياتنا بنعرف انه الاملقام عشان انا احضر هذا لبريبيريشن تمام رح ااخد كتير من السن لحتى اقدر انا اعمل التوتال كونفيرجنس بريبيريشن صح ولا لا فبيعتبروا حشوة الاملقام يعني بشكل خفيف اقل كونزيرفاتيب لس كونزيرفاتيب ذان الكمبوزيت صح ولا لا لس كونزيرفاتيب ذان الكمبوزيت مين اكثر كونزيرفاتيب الكمبوزيت الكمبوزيت بس بحفر مكان التسوس بحط مباشرة حشوة الفضة حشوة الكمبوزيت عليها حشوة الاملقام لا بكون بحاجة زي ما درسنا في المعادرة الماضية اني اعدل شوية على ديزاين تاع البيبيريشن لحتى انا احط 2 مليمتر على الاقل او واحد ونصف مليمتر على الاقل لازم انا اعملها بشكل معين عشان انا اقدر اخلي الحشوة ثابتة في مكاني طبعا مين اقوى كلياتنا بنعرف ان حشوة الفضة هي اقوى بمراحل من حشوة الكمبوزيت فعشان هيك افضل استخدام انها كلاس 1 وكلاس 2 على الاسنان الخلفية لانها كثير قوية بتستحمل تقريبا اعتقد 5000 ميجا باسكال وهذا اشي كثير قوي الكمبوزيت في الاسنان الخلفية برضو بنقدر نستخدمها قوية لكن مين اقوى مقارنة بالاملقام الاملقام اقوى طب ثير مال كوندكتيفتي كل ياتنا بنعرف انه الاملقام هي عبارة عن حشوة فضة والفضة عبارة عن معادن والمعادن هي عبارة عن شغلات موصلة للحرارة والتيار الكهربائي شو بتفيدني هاي المعلومة يا دكتور كل ياتنا بنعرف انه العصب هو عبارة عن اشي كثير سنسيتف فاذا حشوة الفضة ما حطينا اشي بنسميه او العازل اللي بدو يعزل الحشوة عن العصب رح يتأثر هذا العصب وممكن صير فيه إريتيشن اشي يتأثر العصب لا سمح الله يلتهي بالعصب وصير بدو ار سيتي ولا سمح الله اذا صار فيه التهاب وما انتبه البيشنط عليه ممكن صير بحاجة الى خلع ثير مال كوندكتيفتي موصلة للتيار الكهربائي هسا رح نعرف انه قبل ما نحط احنا الاملقام في الكافيتي نستخدم اشي بنسميه الفارنش اللي هو عشان نسكن احنا ما تدخل ما يصير فيه إريتيشن للعصب وصير درجة الحرارة فيه ما توصل للعصب كل ياتنا بنعرف انه حشوة الاملقام هاي معلومة من بعض رفضة حكولكم اياها في اللبات لكن حشوة الكومبوزيت فيه لها سيئة جدا جدا كبيرة انها بدها مويستشار كونترول شو ما معناها مويستشار كونترول يعني كل ياتنا بنعرف اذا اجت نقطة مية وانا بعمل عمليات اللي احنا حكينا عنهم ان انا حط بونت بعدها الكومبوزيت الكومبوزيت اذا اجعلها نقطة مية الحشوة عبارة عن فلتت فهي بدها دراي ايريا بدها منطقة ما فيش فيها ولا اي نقطة مية عشان هيك يمنع منعا باتا استخدام الكومبوزيت without rubber dam الrober dam اللي احنا بنعرف اللي هو العازل المطاطي تمام ليش فهذا الاشي بالنسبة انه انت اللي ما تكون في العيادة وفي عندك انت في اللور جو في عندك لسان في عندك سلايفا في عندك حركة movement للباشن انا اذا بدي احط كومبوزيت بدي احط rubber dam فهي بالنسبة لي كالعيادة رح اتاخد كتير من الوقت لحتى تقدر تنجح حشوة الكومبوزيت في المقابل حشوة الامالغام لو اجعلها مي مش كتير ما بتأثر على الحشوة تمام وعادي بصير لها ست وبتصير بتكون امورها تمام الاستاتيك الناحية الجمالية طبعا كلنا نعرف انه الكومبوزيت افضل من الامالغام من الناحية الجمالية هل انا ممكن احتاج في حشوة الكومبوزيت ان اعدل على design اللي انا عملته لا انا خلاص بس بقيم التسوس بعدها بحط الكومبوزيت مباشرة بتلزق في السن لانه نوع الالتساق فيها micro mechanical retention اما حشوة الامالغام احنا حكينا انه نوع الالتساق فيها بده يكون عبارة عن mechanical retention فانا بدي اعدل على ال preparation بعد ما اخلص لحتى اخلق هذا النوع من retention ممكن حكينا نحط فيه binz اللي هي عبارة عن الاعواد نحط فيه grooves اللي احنا حكينا عنهم في المحاضرة الاولى بيمكنكم انكم ترجعوها طيب خلينا نرجع للمحاضرة بحكينا في هاي المحاضرة ان شاء الله رح ناخذ عن class one اما القام شو معنا class one نراجع بشكل اساسي العبارة عن الحشوات الموجودة في posterior tooth موجودة على احنا بنسميها تمام احنا حكينا في لها اسم ثاني بنسميه silver اللي هي حشوة الفضة حشوة المعدن ممكن تلاقي patient بحكي لك بدي حشوة معدنية بدي حشوة فضة كلياتها لنفس العلم بنسميها ال amalgam بحكينا هنا في عبارة عن صورة هنا حكينا من ال ال amalgam هسا بعد بيوم طبعا كلياتنا رح نعرف انه بعد 24 ساعة بيكون بحاجة لنرجع نعمل smoothing بعد ما يصير لها full set ل ال amalgam نرجع بعد 24 ساعة نعملها زي smoothing وتلميع polishing عشان تصير بهاي الحشوة هاي الحشوة بعد سنتين هاي الحشوة عبارة عن حشوة لطيفة كيف تعرف انه الحشوة قوية الحشوة ممتازة ما في عندي زي leakage ما في عندي اي فراغ بين الحشوة وبين السن الراك بمكانها راسم اناتومي زي العالم الكسب زي العالم الاكلوجين على بدي يكون ممتاز ما في عندي high spot patient مش متألم الجنجفة حواليها كثير ممتازة اذا ملاحظين هنا كان في بليدنج هنا الجنجفة كثير ممتازة يعني الحشوة ما فيها مش طالعة كثير على الجنجفة ما في مش عام فكل هاي التفاصيل تحكي لي انه الحشوة ممتازة طيب يلا خلينا نبلش الادفانتيجز تعيدها الخصائص اللي حكينا عنها simple and cost حكينا عنها مباشر انا بحط الحشوة cost effectiveness حكينا عنها كثير ارخص من من الكومبوزيت الكومبوزيت بدي انا acid H وبدي bond ولا صمح الله اذا اجت نقطة ما يبدي ارجع عيد الحشوة فبدي تكون مكلفة حكينا عنها الانفايرومنت حكينا الامالغام ما بدها moisture control ما بدي انا اظني محافظ يعني هاي البليدنج اللي انتوا شايفينه هنا لو حشوة كومبوزيت مستحيل نقدر نعمل حشوة الكومبوزيت هاي هون عملنا حشوة الفضة بدون ما نحط ربار دام هذا البليدنج اذا اجعل الكافيتي بعد ما انا عملت الكافيتي لحشوة الكومبوزيت ما رح تركب تمام طيب نفس النقطة اللي احنا حكينا عنها حكينا اول اشي البليدنج والسلايفا اللي بدي يكون موجود الليكويد كنتاميناشن برضو في نقطة مهمة انه الكومبوزيت اذا اجعلها نقطة مي بعد ما احنا نعمل بعد ما خلصنا الكومبوزيت اذا اجعل الكومبوزيت خصوصا اذا في طبق ما نسميها Air Inhibiting Layer مش مطلوبها ستعرفوا هاي الخصائص الا لما تدرسوها في المaterials لكن الاملقام لو اجعلها هسا نقطة دم خلص المaterials صار لها ست اما الكومبوزيت خصوصا اول ما نخلص اول ما نعملها لايت كور او نجمدها اذا اجعلها شوية بليدنج ممكن تغير لون حشوة الكمبوزيت شوي اذا اجعلها بليدنج تمام مين اللي اللي هي الاملقام حكينا ما بدها ما بدها اي شي مباشرة انت بتحط ما بدها مباشرة انت بتحط الحشوة جو السن ومباشرة بتكون امورها تمام في مصطلحين بدي اياكم تفرقوهم اللي بسموه شو معنا هي المقاومة للتآكل حشوة الفضة كلية منعرف انها قوية حكينا هاي اربعمية لخمسمية ميجا باسكال هذا في الانتيري بدي تكون تقريبا ثلاثمية لميتين وخمسين ميجا باسكال احنا حكينا بالانتيري ما بنحط الامالقام بالبستيري متخيلين انتوا قديش كمية الفورس الموجودة في كل سنتيمتر مكعب مربع في عندها اربعة تلاف لخمسمية كيلو جرام على السنتيمتر فكمية القوة اللي بيعملها الانسان كثير قوية فبدي انا حشوة تكون قوية حشوة متينة تستحمل هاي الموجودة فحشوة الامالقام جدا قوية اقوى من الكومبوزيت في البستيري طب متى انا ممكن احتاج برضو حشوة الامالقام اذا انا اجاني بيشنت في عنده اشي مسموه يعني بيشنت بالليل بيضل يسك على اسنانه او في عنده براكسيزم بيضل يسك على اسنانه هل ممكن انا احط له كومبوزيت ممكن بس مين افضل في هذا الخيار انه الان بدي اصير يا جماعة الخير ما في اشي اسمه مصطرة بنقاس عليها كل اشي لا انا بدي اصير انا اشوف حسب البيشنت شو عنده وحسب البيشنت شو بيفضل اذا مريض مثلا بعض على اسنانه في الليل لا ما بحط له انا كومبوزيت بروح بحط له حشوة قوية اللي هي الامانجم تمام اه الوير ريزيستنس شو حكينا الوير ريزيستنس الوير ريزيستنس هي مقاومة للتآكل يعني واحد بسوق على اسنانه واحد بحك اسنانه وبعض عنده كثير قوية حكينا بدنا نحط لهم اه بدنا نحط له مادة الامالجم عشان هيك احنا حكينا الكمبريسيف تعيتها كثير قوية الوير ريزيستن تعيتها كثير قوية عشان هيك احنا نستخدمه في الاسنان الخلفية هون تكرار للكلام اللي احنا حكينا عنه اذا في عندنا بيشنت في عنده هاي لا بروكسيزم بالبي مش بالبي طيب بيعوض على اسنانه في الليل فانا بكون بحاجة لاني انا احط له حتى الانام اللي هو اصلب مادة موجودة في جسم الانسان لو بيشنت عنده بروكسيزم فانا بكون بحاجة اني احط له حتى الانام ممكن يصير له اذا في بيشنت بيعوض على اسنانه في الليل فما بباركم ان انا بدأ حط اللي هي حشو بدأت حاول تحاكي نوع السن الموجود عندي فانا بكون بحاجة في هاي الحالة اني احط حشوة املقام طب الدكتورة كيف ممكن يتجيب هذا السؤال بكل بساطة بتجيب لكم كيس في عنده بعض على اسنانه في الليل شنو على الحشو اللي انتو بتكون تحطو لهم اياها هيك بيجي السؤال ممكن انه يجي طيب يعني كل آياتنا من يعرف صدقا انا جربت في العيادات جربت الاملقام وجربت الكمبوزيت صدقا نسبة نجاح الاملقام نسبة كثير عالية وكثير ممتازة وما عمرو بيشنت اجا شكانا انه حطيناه لحشوة املقام حشوة كثير ممتازة بتضاين العمر وصدقا موجودة من 1816 لو انها مش والشخص اللي اخترحها عزالة من كثير عبقري فمستحيل انه من 1816 ل1970 تقريبا اخترعت الكمبوزيت يعني فيه فترة زمنية كثير كبيرة تقريبا 90 سنة او 80 سنة موجودة ما بين حشوة الفضة والاملقام فصدقا حشوة الاملقام رو تروح هسا على ادكات را كثير كبار وفي العمر ما عملوا ابدات للمعلومات اللي عندهم ما بعرفش يعني كنبوزيت كل اللي بيشتغلوه عبارة عن املقام تمام بس الان قل حكينا استخدام الاملقام لانه صاروا يحكوا انه الميركر بسبب كانسر فصاروا بدنا نقلل فيهم في معلومة هنا بدي اياكم تعرفوها الجماعة الخير هاي معلومة احفظوها مني ونصيحة للابد يعني هاي رح تفيدكم في حياتكم العملية بشكل كتير كبير شو معنى بيشنت هاي كيرز ريسك لما نسمع بيشنت ايش يسموه هاي كيرز ريسك يعني انا هذا البيشنت اللي عندي بيشنت في عنده كثير متى بحكي عن البيشنت انه هذا هاي كيرز ريسك اذا كان في عنده اكتف ليجين اذا كان في عنده في عندي إحدى مساوق الكومبوزيت هاي هي حشوة الكومبوزيت اللي احنا حكينا عنها إنه أنا بعد ما أعملها باللايت كيور هذا تضول بنفسجي وأجمدها بيصير نوع من بنسميه المايكرو ليكيج شو معنى مايكرو ليكيج نفس الحشوة بيصير حجمها أصغر يعني إذا كانت حشوتها لها القدة بدها تصير تقريبا هالقدة فبدو يصير في عندي زي جاب بدي أرسمه اللون باللون الأحمر زي جاب ما بين الحشوة طبعا مش دائما إذا كان فيه موستر كونترول كويس وكذا ما بيكون في هذا الإشي بيصير في عندي زي جاب هذا الجاب اللي باللون الأحمر بحتيجي البكتيريا تدخل عليه ويصير في عندي إشي اسمه راكرانت كيرز في خاصية من خصائص الأمالغام بتجنن إنها بعد أسبوع بيصير تطلع إشي اسمه شو معنى كوروجين برودكت هي عبارة عن معدن شو يعني كوروجين برودكت يعني رح تصير حشوة الأمالغام تطلع شوية من المعادن الموجودة عندها في البداية إحنا حكينا إنه في عنا هاي حشوة الأمالغام رح يكون في عندي شوية مساحة ما بين الأمالغام إحنا بنعمل كوندينسيش عشان نلغي هذا المساحة بيكون في عندي شوية مساحة ما بين الحشو وما بين السن الأمالغام من خصائصها بتصير تطلع إشي اسمه كوروجين برودكت شو يعني؟ بتصير تطلع من المعادن الموجودة عندها لتعمل إشي اسمه سيل بدها تغلق هاي المساحة الموجودة عندها تمام؟ إذا تغلق هاي المساحة الموجودة عندها في مكوناتها الموجودة في الأمالغام فبعد فترة بعد أسبوع تقريبا فمستحيل تلاقي أنت مايكروليكج موجودة في الأمالغام فهاي نقطة كثير كويسة إنه ما في ريكراند كيرز موجود عندي ما في بكتيريا بترجع تدخل عندي ما في عندي كيرز يضلوا موجود فأنا بعمل سيل وحشوة بتكون مغلقة بينها وبين السن بشكل كثير رهيب فشو معنا هاي كيرز ريسك إذا أنا في عندي بيشنت هاي كيرز ريسك يعني في عنده بكتيريا كثير وفي عنده مقومات إنه يكون في عنده ريكراند كيرز كثير أنا ما بستخدم له كومبوزيت لأنه بكون خايف من إحدى أكبر وأهم مساوئ الكومبوزيت اللي هي بسميها الـ Polymerization Shrinkage تمام؟ إنه هي Polymerization Shrinkage إنه تصغر حجم الكومبوزيت لما يصير لها light cure تمام؟ أو إذا ما كان فيه pointure control زي العالم فأنا بروح بستخدم له الأمالغام ليش؟ The patient high carries risk ليش بستخدم له الأمالغام؟ لأنه فيه إشي اسمه Corrogen product لما تطلع إحنا على سطح السن لما تطلع هاي الله مصرع أسدنا محمد رح تغلق هاي المساحة الموجودة طيب بحكي لي أنا برضو بستخدمها بالميديكالي بروبلم أو اللي بسمي إحنا بنسميه لما يجيك جماعة الخير كثير كبير في العمر إحنا عكنا لازم للكومبوزيت نركب رابر دام لازم نعمل بدي يضلوا فاتح ثمه فترة كثير كبيرة على المقابل هايكم اشتغلتوا انتوا في لاب الكونزي الأمالغام؟ ما ديت الأمالغام؟ بس خلال عشر دقائق بنكون إحنا مخلصين ما بدها مويتشار كنترول وهو بالنهاية بده يكون كبير في العمر فما رح يهتم لك كثير للناحية الجمالية فأنا بستخدمها في البيشنتات اللي كبار في العمر وما بقدروا يقعدوا على كرسي الأسنان فترة كثيرة كبيرة شو معنى هاي النقطة اللي احنا حكناها قبل شوية انه بعد اه ويكس او فيو منس بدها يصير كوروجين بروداك بدها تكون موجودة بدوا يعمل للمارجين اللي الموجودة عندهم عشان ما يصير في عندي راكارانت كيرز خلينا هاي الصورة بشرح لكم إياها كمان شوي اه هنا ذكرتها الدكتورة احنا حكينا انه ممكن نصير فيه عندنا سيل او اذا انا مثلا عندي كلاس 2 هذا البيشنت في عنده كلاس 2 هاي الأداء رح تدرسوها في كلاس 2 لما تعملوها بنسميها سكشنال ماتريكس شو معنى سكشنال ماتريكس اللي هي بدأ تبني الكنتاكت في كلاس 2 انا قبل ما اعمل كلاس 2 بدأ اجيب الكنكافيتي تعييت السن فبدأ احاول ابني المارجين الرج في هاي الأداء اللي بنسميها سكشنال ماتريكس اذا هاي بدأ نزلها دي بدأ نزلها تحت جوال الجنجيفة فاذا انا نزلتها تحت الجنجيفة ممكن نصير فيه بليدنج ممكن تدخل البليدنج هاي جوال كافيتي فبدأ تأكد انه انا منظر اذا عشان هيك انا بستخدم الامالقام في كلاس 2 بفضلها عشان انت ما بتكون بحاجة لتعمل موستر كنترول بشكل كثير كبير طيب احنا حكينا احدى مساوئها انها بدأ كلها يتم نعرف انه جماعة الكنزيرفة بيحبوا اشي اسمه انامل ودنتين فاذا انا بدأ اقيمل النامل ودنتين فما بيكونوا يحبوها كثير ليش انا بدأ اكثر من الكمبزيت الكمبزيت حكينا بس بتحفر وبتحشي مباشرة حكينا عنها بالناحية الجمالية كلاس 1 وكلاس 2 صراحة فيش حدا شايف طواحين الثاني فانا بشايفها مش هدس ادبانتجي لكثير الا اذا تمام يعني ما بقدر استخدمها بالفاشيل سايد ما بقدر استخدمها بالكلاس تري كلاس فور كلاس فايف ابدا ما بقدر استخدمهم اذا البريمولر برضو البريمولر لما نضحك احنا ببين فاذا انت عامل كلاس او كلاس او ميزيا اللي ممكن هتبين ممكن تكون في عنده مشكلية في هاي الحشوة اه ممكن انه يعترض على هذا الشي في خيار بديل اللي هو الكمبزيت حكينا عنها اه ممكن تعمل بتنقل الحرارة وبتنقل الحرارة وبتنقل البرودة وهذا ممكن يعمل للعصب لكن حكينا في اشي اسمه عشان نقلل رح ندرسها كمان شوي اه وبرضو بممكن نحط اشي اسمه طبعا اه في البداية احنا حكينا قبل شوي انه في البداية بيكون في قاب بس بعد اسبوع بعد هذا الاشي بديو يروح تمام ولا لا فهذا اول اسبوع كلاياتنا بنعرف انه اول اسبوع لعد ما يصير في عندي اللي اللي احنا حكينا عن لحد ما يصير في عندي ممكن يعاني شوية من هذا ممكن اقلله لما احط انا الفارنش هي عبارة عن مادة زيها زي عمل تقريبا حكينا بجيب يعني زي الرذاذ مادة بحطها على بسكر فيها عشان ما يصير هنا في عصب طبعا عشان ما يصير فيه للعصب اه او بحط مادي لاينر احنا مسميها العاز المادة بحطها هون عشان تعزل الحشوة عن السن طيب متى انا بستخدمهم حكينا كلاس وان كلاس تو اه مش كتير دقيق الموضوع لكن اه نرجع نتأكد فيها بس اعتقد انه قصده فيها كلاس اه سكس هاي القصد فيها كلاس سكس اللي هي بتكون على الكسب وفي الها مرح تاخدوا هاي النقطة هاي المعلومة حذفوها مرح تاخدوا هاي المعلومة لانه هاي بدها اختصاص كنزيرفاتيك كيف انا عمل كسب الكفرج وهاي تسوالف فانسوا هاي المعلومة انا باستخدمها بشكل اساسي بكلاس وان وكلاس تو مدريت تولارج سايز اه اذا انا في عندي حكينا كبيرة فانا بقدر استخدم فيها امالقام اينا نستنتيك ايريا كلياتنا بنعرف هاي المعلومة ايه ايه اكلوز الكنتاكت حكينا عن هاي المعلومة قوتها بتستحمل اربع تلاف هذا موضع سؤال في الامتحان دايما بيجيبوه قداش تستحمل اربعمية لخمسمية ميجا باسكال فاذا في عندي هاي باستخدمها ما باستخدم هذا موضع سؤال في الامتحان شو يعني خليني ارسم لكم اياها رسمي طيب كلياتنا بنعرف جماعة الخير وحكيناها في المحاضرة الماضية لكن على ما اعتقد انه يمكن نستوها اذا انا مثلا عندي حشوة لاحظوا هيك هذا كليات وبريبريشن انا عملته تمام بدي اركب الحشوة هون اذا ملاحظيا هذا بنسميه الروت تمام يغطي الروت طبقة هون بنسميها السمنتم وهون في الاينامل وهون في الدنتين الاينامل وهون في دنتين تمام الاينامل احنا حكينا التصاق الكمبوزت عن طريق البندو عن طريق الاسد اتش والبند اللي حكينا عنه الاينامل هو اشي كثير قوي لكن التصاق الكمبوزيت هاي معلومة جدا هم التزاق الكمبوزيت بالدنتين والسمنتم جدا جدا ضعيف تمام فإذا أنا عندي حشوة أو عندي تسوس كبير واصل للروت هل من المنطق إنه أنا أروح أستخدم كومبوزيت طب ما هو إحنا حكينا إنه الكمبوزيت فيه عندها كتير مساوئ إنه يصير فيه عنده أنا مايكرو ليكج طب أنا إذا عملت هذا الإشي ممكن هنا ما فيه التصاق قوي ما بين الكمبوزيت وما بين الروت ما بين السمنتم ليش هاي المعلومة؟ ليش ارتباط الكمبوزيت بالإنامل كثير قوي وارتباطه بالدنتين كثير ضعيف بايلوجيك كلياتنا بنعرف إنه فيه عملية الأسد إتش اللي إحنا حكينا عنها هي عبارة إنه أنا أعمل ثقوب في الإنامل طب ليش أنا ما أعمل ثقوب في الإنامل بشكل كويس ما بقدر أعمله بالسمنتم وبالدنتين بشكل كويس بكل بساطة بحكي لك إنه كمية المنيرالز أو المعادن الموجودة في الإنامل كثير كبيرة أما كمية المعادن الموجودة في الدنتين دنتين عبارة عن نصفه عن ووتر وكولاجين فيبرس السمنتهم في معادل لك بنسبة أقل من الإينامل فأنا بكون بحاجة أني أعمل أسد إتشوبونت بطريقة كثير صعبة فعشان هيك إذا أنا في عندي أو داخلي في الدنتين كثير فأنا بفضل وقادر على أني ما أحف كثير من السن وأعمل هاي الحشوة بشكل ممتاز وأعمل أنا بكون بفضل حشوة الفضة على حشوة الكومبوزيت تمام طيب إحدى المساوئ الثانية ليش أنا في هاي الحشوة ما بكون لأنه بكل بساطة حكي أنا فيه إشي اسمه اللي هي أنا بدي أعملها لكلاس 2 بتكون شكلها هيك إذا أنا هنا هنا أنا نازل تحت خط اللثة فهونا رح يكون في عندي جنجيفا رح يكون في عندي بليدين رح يكون في عندي صعب أن أعمل إشي اسمه صعب أن أحط الكومبوزيت وما يصير الكومبوزيت يجي على شوية بلد أو سلايفا أو بوتر فرح يصير حشوة الكومبوزيت أن أنا أربطها بطريقة كثير صعبة تمام حكينا فيه عنده بليدينج رح يصير اللي هي إذا رح حط السكشن الماتريكس رح تكون كثير ماتريكس باند رح يكون في عندي صعب أني أنا أعمل مويتشور كنترول حكينا عنها اذا أنا في عندي في الماندي بالحكينا في عندي لسان في عندي سلايفا في عندي سليفري قلاند في عندي سب منديبيولر سب منتا لقلاند في عندي كلياتها ووتر وإذا أجع ووتر حكينا على الكومبوزيت ما رح ترتبط بشكل زي العالم ما باستخدمهم في كلاس ثري ما بقدر أنا أستخدمهم في كلاس ثري أو كلاس فايد حكينا إحنا بنستخدمهم في كلاس تو كلاس ون في الغالب حكينا الأمالجام نييد دي بي حكينا نقطة ثانية برضو أكثر من الأمالجام يعني بس الكومبوزيت بتحفر مكان التسوس مباشرة بتحط الحشوة الأمالجام حكينا بنا نعمل إحنا شكل معين بالبريبيريشن للكفيتي لحتى نقدر نحط الأمالجام فيها بشكل ممتاز طيب نفس المعلومات اللي إحنا أخذنا عنهم في المرة الماضية إحنا في عنا إنيشال في عنا فاينال توثي بريبيريشن الإنيشال أول شي بدي أحط الأوتلاين كلياتنا بنعرف رح تدرسوا بكلاس تو أمالجام في أنا ممكن أعمل ألتريشن أو أغير لكن كلاس ون برضو بدي أغير حكينا بنا نعمل هذا الشكل وهم سميه صح ولا لا إحنا حكينا عنها مقاومة الحشوة حكينا بدي يكون في عندي البلبة الفلور بدي يكون مستقيم والأجزية بدي يكون كلياته سموث حكينا عشان ما يصير فيه استرس وتكسر هذا كيف هنا السؤال دائما كان يجيبه دكاتة الكونز كيف إحنا ممكن نعمل الحشوة الأمالجام يكون فيها ريتنشن كبير الجواب بكل بساطة نعدل على الكافيتي بريبيريشن بحيث أنه نعمل تمام طبعا تحكي الدكتورة ممكن جيب لكم سؤال هاي هنا لأنه هي مبنية على الفهم مش على الحفظ إذا أنا مثلا باكل ملبسة هاي اللي بتلزك في الأسنان وكلت على حشوة أمالجام وهاي حشوة الأمالجام طلعت تيجي الدكتورة تحكي لكم شو الخطأ في البريبيريشن اللي إحنا عملنا بكل بساطة بتحكي لهم أنه إحنا عملنا البريبيريشن بهاي الطريقة كان صح ولا لا لأنه إذا الحشوة هيك ما في إشي يعملها انترلوك جو السن فرح تطلع الحشوة من مكانها يعني أسئلة الكونز بدها تكون شوية فهم مش مبنية على حفظ حكرا الكونفينيونس فور اللي هي عبارة عن أنه أنا أقيم شوية من الكسبات لحتى أصير أنا أقدر أشوف الريستوريشن بطريقة كثير كويسة أكون قادر أني أشوف الريبيريشن أشوف الكيرز إذا أنا الشغلات اللي عنا كان عنا باقتصار بدها تسهل علي اللهم صلى الله عليه وسلم محمد بدها تسهل علي الحفظ طيب هاي المعلومات كله ياتها مكررة اللي مش فهم أي إشي إحنا بنحكي فيه إحنا شرحناها في المحاضرة الثانية بإمكانكم ترجعوا على المحاضرة الثانية طيب أول إشي خلينا نحكي الآن كلاس ون أملقم إيش بدنا نختلف عنه أول إشي حكينا بدنا ننزل واحد ونص إلى اثنين مليمتر يعني تقريبا من أن نكون داخلين بالدنتين مسافة بنسميها 0.2 إذا أنتم ملاحظين بدنا ندخل لهون لهاي المنطقة تمام؟ هذا بنسميه طيب يا دكتور من وين أنا ببلش دائما أحفظوها نقطة كثير مهمة دائما ببلش من most curious legion شو يعني أكثر منطقة متسوسة على بدي أدخل فيها ليش؟ إنه في الغالب هاي المنطقة أصلا هي اللي بدأ فيها التسوس طالما هاي المنطقة وغالبا بتكون في المولرز هي عبارة عن central والبري مولرز بتكون هي عبارة عن central أو بتكون أحدى هاي المناطق أحدى البيتس الميزل أو الديستالبيتس الغالب بتكون في المولرز والبري مولرز بتكون عبارة عن central بت تمام؟ تمام فهي أكثر منطقة هي اللي بدأ عندها التسوس إحنا حكينا التسوس بده ينزل لتحد بعد يبدي يصير ينتشر من الدي اي جي لاترالي فأنا بدي أبلش أنزل بهاي الطريقة في أكثر كيريوس بت موجودة عندي طيب حكينا في عنا إشي اسمه الاوتلاين أنه أنا قبل ما أعمل بدي أكون عارف قديش الاوتلاين يعني أنا قديش بدي أحفر من السن إحنا عنا هنا في عنا مارجينا الرج بديش أقرب عليهم على الأقل بدي أترك 2 مليمتر أو 1.6 بلي بري مولرز هاي المسافة بدي أتركها بدي أعمل الاوتلاين هو الشكل الخارجي قبل ما أبلش ونصيحة مني هاي اخذوها مني نصيحة روحوا على دكاترة اللاب قبل ما تبلشوا حفر روحوا عليهم ويحكي لهم دكتور ارسمل لي الاوتلاين سواء كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 خليه يرسوم لكم بقلم رصاص أنتوا وين لازم توقفوا حفر فهذا الإشي بساعدكم أنكم تبنوا بمخيلتكم كيف أنت تعمل شكل شو معنا الاوتلاين وين آخر إشي ممكن أنت تلمسوا بالبير هذا الاوتلاين اللي هو هاي مرسوم عندناه جاهز هذا هو الاوتلاين اللي بالخط الأسود هو الخط الأسود الموجود عندي أكثر إشي بدي أعمله في كلاس 1 بدي أوصل لهذا الإشي ليش تبريزيرف اللي حكينا عنها المارجينال رج فأي إشي أنتوا بتاخدوه مباشرة اسألوا قبل اللاب دكتور ارسمل لي الاوتلاين إذا سمحت لون أنا بدي أوصل عشان تتدربوا زي العالم طيب حكينا عنه هون بحكينا أنه طبعا أكيد بيختلف هذا عبارة عن مقطع عرضي أنه التسوس في هاي المنطقة عميق التسوس في هاي المنطقة يا دوب داخل فبحكينا أنه التسوس بيختلف من منطقة لمنطقة وأكيد أنه هاي المنطقة أعمق معناته هنا بلش عندي الكيروس توث بلش من هاي المنطقة حكينا أول إشي في معلومة كثير مهمة متى أنا بوقف حفر هاي للكلينيكل متى أنا بوقف حفر لما ألاقي دي اي جي كلين شو يعني لما انا الاقي دينتين وانامل ننظيف انا بوقف حفر يعني انا بدي اظن احفر بالانيشيل ما بزبط انا يعني مثلا هاي على فرض خلينا نفترض انه هون الكسب وهون اثنين مليميتر اشي احنا حكينا انه الانيشيل بدي يكون اثنين طب افرض انا بالكلينيكل دخلت ولقيت ها لسه الدي اي جي مش نضيف لا انا بدي انزل كمان شوية لتحت اوصل البربراشن لهون فالانيشيل ديبث هو اشي احنا بنحطه تقديرا واحد ونصبس هل انا لازم التزم فيه دائما لا انا اول اشي بدي ابلش بالانيشيل ديبث بدي اشوف هل الدي اي جي نضيف ولا لا اذا نضيف شو يعني ما في عليه كيرز اذا في عليه كيرز لا بدي انزل شوية لتحت وبعدها ابلش انا اعمل الاوتلاين تبعي ليش احنا بنخاف لانه احنا حكينا انه الكيرز في المحاضرة الثانية او المحاضرة الاولى اذا وصل الدي اي جي رح يبلش ينتشر بشكل عرضي فممكن الدي اي جي هذا التسوس ينتقل هيك فانا لازم اعمل كلين دي اي جي قبل ما انا اعمل الاوتفورم تاعي اه حكينا الاوتلاين لازم يكون بس للمنطقة الكيروس احنا حكينا في مصطلع غابي صراحة كان موجود زمان ايه هو اكستنشن فور بريفنشن زمان كان كان المنطقة الفشر اللي فيهم كيرز واللي موش فيهم كيرز كان ينا نحفر كلياتهم ثمن تحكي انه هدفهم منهم حافظوا على السن قدر الامكان وحافظوا على الاينامل والاشي اللي خلق لنا يا رب العالمين قدر الامكان. فإحنا حكينا بس بنحفر في المنطقة اللي فيها تسوس. فالاوتلاين انا بس برسمه طب يا دكتور لو كان على فرض انه هاي المنطقة هيك هاي المنطقة اللي هنا ما فيها تسوس طبيعية. كيف دي يكون شكل تبعي. بشكل تبعي. شكل تبعي بده يرتسم بالخط الثاني. اللي بده ينسموه بالازرق. بدي يكون تبعي. بس للمنطقة اللي فيها تسوس. يعني هيك. انا هيك بكون صح ولا لا? صح. فعن المصطلع غبي صراحة كان زمان. اسمه احنا حكينا عنه روح. في معلومة كثير الطلاب تواصلت معي يا دكتور. انا في الحفر بكون بلاقي اللي هو المساحة الكبيرة عندي. ليش يا دكتور بصير عندي هذا الاشي? الجواب هنا. جماعة الخير معلومة جدا مهمة. الاسنان انا دائما بحفرهم بير بندكولر. شو معنى? بشكل عامودي على السطح. يعني البير هذا هو لونج اكسيس للتوث. صح? هذا هو لونج اكسيس للتوث. فانا البير بدي يكون عامودي على السن. يعني زاوية تسعين درجة. اذا انت ميلت البير بهاي الطريقة. انت ميلت البير بهاي الطريقة. تمام? وبلشت تحفر. انت الكسب اللي هون تقريبا راح منه جزء كثير كبير. تمام? فانت لما تطلع عليها بشكل عرضي اللي هون راح تكون انت اذا انت ميلت البير بهاي الطريقة. تمام? وبلشت تحفر يمين ويسار. هذا البير اللي اسمي هاي المنطقة راح يأكل كثير من السن. فرح يصير الاوتلاين عندك كبير. فانت اخذت من الكسب بشكل كثير كبير. فهاي المنطقة راح يصير ويكسب فرح تكسر معك لقدام. على العكس اذا انت حطيت البير بير بندكولر بشكل عامودي على السن. انت راح تمشي بالاوتلاين الصحيح. فانتبهوا لمسكتكم في بشميه موديفاي بيني جراس. اللي هي كيف الطريقة اللي انا امسك. اسألوا فيها دكاتة اللاب. اسألوا كيف الطريقة اللي انا امسك فيها. اعمل بون سببورت. تكون حاطط اصبعك على اه هارد اوبجيكت. يعني تكون حاططهم يا اما على البون اما تكون على الاسنان. بحيث انت تعمل سببورت لأيدك وانت بتحفر. معلومة جدا جدا مهمة في عنا بيرين للحفر. بلشتوا انتوا تستخدموهم اللي هو ثلاثمئة وثلاثين ومتين وخمسة واربعين. ارقامهم للحفظ دائما اسئلة في الامتحان. كم طول الثلاثمئة وثلاثين واحد فاصل خمسة اه ملي ميتر. كم ميتين وخمسة واربعين ثلاثة ملي ميتر. هذول احنا بنستخدمهم خصوصا في تمام? الهد هذا هو الطول. هذا طول الهد. هذا هو الهد تاحهم. هذا هو الهد. طبعا يا دكتور في ميتين وثلاثمئة وثلاثين بيكون تقريبا في ثلاثمئة وثلاثين بيكون طوله اثنين ملي ميتر. يعني ديكون اطول شوية. هل النص هذا ممكن يفرق? نعم ممكن انه يفرق. كلها بنعرف انه النص ملي ميتر في كثير بتفرق. فعشان انا اتأكد انه هذا قداش طوله. عشان انا يا دكتور كثير منكم يا دكتور انا بلشت حفر اه بس دخلت كل البير لقيته يا دكتور ثلاثة ملي ميتر. بيكونوا مخربط بدل ما يبلش بثلاثمئة وثلاثين وكنوا يبلش بميتين وخمسة واربعين. هاي برضو تركات الطلاب كانت تتواصل معي واحكي لهم هاي الاشكالية ويتأكدوا منها. كيف ممكن اتأكد في عندي بيريو بروب اللي هو بيكون مسطر كل نقطة بيكون عليها بروب بيكون كل نقطة عليها واحد ملي ملي ميتر. فانت بدك تجيز طول على هاي تمام? اه حكينا عن ها من وان احنا بدنا نبلش? حكينا بدنا نستخدم عشان ننجيز. بدنا ننجيز. اه مننا نبلش حفر موست كيريوس بيت او موست كيريوس اه موست كيريوس اه اه بعديها احنا حكينا هاي مثلا على سبيل المثال هون احنا كان في عنا هاي موست كيريوس حكينا عنها موست كيريوس كيريوس بيت. هون في عنا كيريز بدأ استخدم. هل يا دكتور برضو هاي معلومة كانت الطلاب تغلط فيها? كانت تيجي الطالب يحط البير زي هيك. تمام? حطها بير بينديكولر. طبيعي الوضع. يضلوا ساحب هجارة واحدة لهون. طبعا هذا غلط مئة بالمئة ومصيبة المصايم. ليش يا دكتور بتحكي هذا الحكي? بنحكي جماعة الخير الكونزيرفاتيب هم جماعة كثير حساسين في التعامل خصوصا مع الانامل. فايش مطلوب مني يا دكتور? بكل بساطة بحكي لك بتحط البير هون. بتروح شوية بسموها اه برشنج افكت او نسميها. اه نسيت صراحة شو شو اسمها? اللي هي زي زي لما نرسم بتاعة الالوان. البرش تعيط الالوان. البرش تعيط الالوان. انه انا بحط البير هون. بعدها بحرك شوية بمشي اتنين مليميتر بهذا السايد بهذا الطريقة. بنزل. بحرك لقدام شوي. لازم صراحة اعملها. بس افهموها تحاول اعمل اماجينيشن. بدخل شوية في البر واحد ونص اثنين. بعدها بنزل شوية. بعدها بترك. بس اترك بجيب ثري ان ون. بنشف الكافيتي. بشوف هل في كيرز ولا ما في كيرز. بل كنتكون في هاي المنطقة ستين. فانا بدي اوقف. هل بدي اشوف هل انا قريب من الكسب ولا مش قريب من الكسب. هل انا البر عندي ميلي ولا مش ميلي. هل انا ماشي على سنترال جروب ولا مش ماشي على سنترال جروب. فكل هاي التفاصيل لازم احنا نكون من تبين لها. فانا بدي امشي شوي. هل انا نشوف انا لساتني محافظ على الاوتلاين ولا انا اخدت كثير من البكل. تمام? طب اذا كان مثلا في عندي هون جروب. مثلا في المولر. اذا كان في عندي جروب. انا وصلت له هاي المنطقة. هل انا اكمل هيك? لا. بدي اروح اكمل اخذ من التسوس الموجود هنا. اذا كان في عندي تسوس هنا في الجروب اللي هون. بدي امشي شوي واروح منه. فعشان انا اكون مور كونزيرفاتيف بدي شوي شوي. مش اظن ما اخذها سحبة واحدة هيك اظن ما شاء انا على القروب. لا بد اكون شوي شوي. بدي امشي. بالله بعلمكم بنا نبلش احنا من السنترل. بعدها بننتقل للبت الثاني. بعدها بننتقل للبت الثاني. في اموشن. تمام؟ بدي احط البير زي هون. بعدها انتقل في هاي المرحلة. بعدها ارفع انظف. بعدها ارفع انظف. بعدها ارفع انظف. بحد ما اعمل انا الاوتلاين كامل تبعي. طيب صراحة هذا موضع سؤال بمية بالمية كيف يا دكتور ممكن أعرف أنه أنا وصلت الدي اي جي صار فيه عندي كلين مش عاكنا بنا يكون فيه عندنا انيشا الديبث وأنا بدي أبلش أحفر هنا حتى يصير فيه عندي دي اي جي نظيف كيف بدي أعرف أنه أصلا أنا وصلت الدي اي جي مش لساتني في الإينامل بحكي لك فيه ثلاث أمور أساسية أحفظهم وفهمهم فيهم عشان تعرف كل ياتنا بنعرف أنه الدي اي جي هو عبارة عن الخط الفاصل ما بين الإينامل وما بين الدينتين بشكل بايولوجيك مين أقصى كل ياتنا بنعرف أنه الإينامل أقصى مع الوقت ومع الخبرة وأنت بتحط البير وأنت بتحفر في الإينامل رح تحس أنك أنت بتواجه صعوبة وأنت بتحفر في الإينامل لكن لما تنزل أنت على الدينتين اللي هو تقريبا نسبة المعادن فيه 50% أو أقل شوي فرح تلاقي أنه هاي المنطقة سوفت تمام أطرى شوية يعني البير ما بغلبك وأنت قاعد بتحفر فيها فإذا أنت وصلت هاي المنطقة أعرف أنك أنت تعديت الدينتين نقطة أخرى كيف ممكن أن نميز نتيجة لاختلاف المننرز والمكونات الموجودة في الإينامل والدينتين كل ياتنا بنعرف أنه الإينامل الوايت أو سميه ترانسلوسن شفاف لما أوصل لمنطقة دارك هاي بتكون عبارة عن الدينتين تمام النقطة الآخر اللي هي حكينا عنها باي فيجن حكينا عنها اللي هي من خلال الشوف أو من خلال الحفر من خلال التكسشر حكينا بدي يكون في عندي هنا قاسي هنا بدي يكون خفيف وهنا برضو بدي أحس إذا فيه أداء بنسميها الإكسكافيتر شو الإكسكافيتر؟ الإكسكافيتر هي الأداء اللي احنا بننقيم فيها التسوس إذا أنا أحط أو حتى لبروب اللي بيكون قاسي إذا أنت بتحطه على الإينامل بتحس زي كأنك بتضرب على جزاز تمام بهذا الصوت إذا أنا بدي أحط على الدينتين بدي أحسه شوي غرص ليش؟ لأنه عبارة عن كولاجين ومواد فيها زي المعجونة كيف أنا أحط شوي بالمعجونة أقصى من المعجونة هو بزي كأنك إنت بتحط نكاشة أسنان جوه ومعجونة بدي يكون هيك البروب بدي يدخل شويه جوه الدينتين تمام؟ فهاي ثلاث شغلات وبرضو من خلال الكلر حكينا بدي يكون الدينتين بدي يكون يلو تقريبا وبدي يكون هارد تمام؟ حكينا عنه بس أعتقد كل شيء إحنا حكيناها هي موجود بالفقرة الثاني حكينا عنه كيف أنا أنتقل ما بين الفيشرز الثانيين عن طريق اللي مسميها البينت برش اللي هي عبارة عن البرش الفرشاية تعيت الرسم الفرشاية تعيت الرسم اللي هي بتكون هيك وإلها رأس هيك تقريبا هيك في إلها أسنان كثير أو فراشي كثيرة فأنا بدي أنتقل أول إشي أحفر البير بعدها بدي أروح للمنطقة الثانية أمشي فيها شوي شوي تمام؟ زي كأني أنا بمشي في في البير على بمراحل متقطعة تمام؟ بمراحل متقطعة احنا حكينا بنبلش بموست كيروس آآ بيت بعدها بدي أتأكد أنه أنا ما أكونش ماخذ كثير من الكسبات الإزمس يكون عندي اثنين مليميترز آآ واحد لاثنين مليميترز المارجين الرج أنا ما أقرب عليهم إذا كانوا بدهم يكونوا آآ بدهم يكونوا آآ بدهم يكونوا آآ بدهم يكونوا اثنين مليميترز في المولرز في البري مولرز بد يكون واحد فاصل ستة هاي الأرقام للحفظ معلومة أخرى نسيت أذكر لكم إياها إذا إنتوا بتلاحظوا هاي البيرات اللي احنا نستخدمهم للأمالجام ليش إحنا ما حدا طرح هذا السؤال ليش أنا بدي استخدم هاي البيرات ما باستخدم بيرات ثانية كل بساطة بدي أجي حكي لك تطلع على شكل هذا البير إذا انتوا بتلاحظوا البير هيك جاي صح البير في شوية بتحسوا البيز أوسع من هذا من 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 الابكس ليش هذا الحكي احنا حكينا انه احنا بنا نحفر بزاوي تسعين بير بندوكيلر على التوث يعني يا دكتور باختصار إذا أنا بدي أوصل للتوتالي اكلوزا الكونفيرجنس ما في دعي أنا أبيل البير كثير لأنه البير نفسه أصلا مايل تمام البير قاعدته أكبر من المنطقة الفوقية فهذا البير بدي يكون في البيز وفي في القاعدة الحفر وهذا بدي يكون فوق فإذا أنا مشيت بزاوية تسعين درجة على السن خلينا أشطب هون نرسم السن إذا أنا مشيت بزاوية تسعين درجة على السن بشكل أو بآخر لحاله السن رح يكون عبارة عن توتالي كونفيرجنس تمام من شكل البير لحاله ممكن أحتاج شوي أميل البيرات لحتى أخلق هذا الكونفيرجنس بس بشكل أساسي بقدر أني أعمله لحاله طيب شو معنى اللي إحنا حكينا عنهم إن أنا أخلي ما أأثر على الشغلات الموجودة في الكسب إحنا حكينا ما بدي أنا أروح كثير بدي أحافظ على الإزمص يكون واحد لاثنين مليميتر ما أخذ من الكسبات لأنه الكسبات والمارجن هي مناطق أمن هاي مناطق لازم ما نقرب عليها لأنه أنا بدي أحافظ على الإشي اللي خلقيننا يا رب العالمين اللي بيحافظ على قوامة السن تمام آآ الإزمص في الغالب إحنا حكينا إنه هو بتكون المسافة الموجود ما بيه بكو لنجو ولا الحجم بتاعه اللي هو واحد ونص لها اثنين مليميتر إذا انتو بتلاحظوا اللي هي نفس عرض تعيد تمام آآ فأنا يعني باختصار إذا بمشي أنا على لحاله أنا روح أخلق إزمص آآ طبيعي وبيكون واحد فاصلة خمسة مليميترز بيحكينا إذا أنا بشتغل هنا آآ في المعلومة إنه موجودة في المولرز مش موجودة في المولرز إنه أنا إذا بشتغل في مولرز ما في عندي أنا بكل ما في أنا عندي بس إذا أنا بشتغل على الازمص أنا بحسبها من أقصى مكان أقصى مكان تمام فإذا أنا في عندي اضطريت إنه أنا أدخل فيه بكلاس ون إذا كانت على ما بحسب هاد من بحسبها من أكثر مكان وصلته أنا بهاي المساحة كلهات وبعتبرها الازمص وبحاول قدر الإمكان إنها تكون آآ قريبة معلومة معلومة دائما في الامتحان قديش لازم يكونوا على الأقل في واحد فاصلة ستة واثنين مليميترز في المولرز هذا الموجودين في آآ وإذا كانت اثنين مليميترز لازم نخلي من على الأقل اثنين مليميترز حكينا شغلي ثاني من خطوات اني أنا أقيم ليش يا جماعة الخير مهم إني أنا أقيمه في في الامالجام وفي الكمبوزيت الكومبوزيت بكل بساطة والامالجام لأنه ما بتحمل فأنا قاعد بحكي عن خمسمية لأروعمية ميجاباكسكال فهاي القوة لحالها قادرة على إنها تفتد آآ آآ ان سببوتد اينامل رح يصير في عندي ما بين وحنا حكينا عن مساوة إنه صير في عندي أو فجوة ما بين ما بين وما بين الحشوة رح يصير في عندي وفي عنده سبب لي حكينا الاوتلاين اذا انا في عندي مسافة فيهم اقل اه من نص مليميتر انا لازم اعملهم هاي حكينا عنها اه من قبل يعني على سبيل المثال اذا هاي المنطقة كانت وهنا في سن طبيعي وهاي حكينا هاي المنطقة طبيعية هون في تسوس كافية الحال وهون كافية الحال اذا كانت هاي المسافة اقل من نص مليميتر لازم انا اشبك الثنين مع بعض لان هاي المنطقة لحالها بعد فترة راح تكسر شرحناها في المحاضرة الثانية اذا ما فهمتوها ارجعوا يحكوها حكينا عن نوع لازم نعمل تاعنا تاع البوكس لازم نكون على شكل طبعا البوكس اللي بدو يكون في كلاس وان غير البوكس راح يكون في كلاس تو درسناها في المحاضرة الثانية صحيح البلبة اللي في روح حكينا بدي يكون هوريزنتل ليش حكينا هوريزنتل عشان تسعين درجة على السن لالسن بشكل اساس بحب ما يصير في عندي انا وتقدي لانها تكسر الاسنان نسميها احنا حكينا الفترة المرة الماضية يمكن تسبب لي هنا اذا ما كانت الزاوية تسبب لي اماكن هنا تعمل الوجه اللي هو عبارة عن الوتد الوتد يسموه الوتد يتصير زي الوتد زي كينا انا هنا حاطت ازميل وقاعد بدق فيه بشكوش كل ما يجي البيشنت ياكل فانا اذا بضغط على هالمنطقة مسلسفية عندي هذا الكسب انه يكسر معلومة جدا جدا مهمة بالامتحان سواء في سنة خامسة في الامتحانات الاختصاص في اي امتحان مواد في سنة رابعة ويسألوا عن هاي الشغلات البسيطة وهاي الشغلات البيسيك ورح يسألوا عنها في خامسة في الامتحانات الشووية في كل مكان لازم انهم يسألوا عنه الاملقام اقل ثيكنس يعني بلى يعني اذا ما كان في ثيكنس من الاملقام نفس خصائص المادي ما رح تقدر تعطيني هاي القوة رح تكسر فهي بدأ على الاقل واحد لاثنين مليمتر احفظوا واحد ونص مليمتر اه من الاملقام لحتى تكون مقاومة للفراكترز. معلومة اساسية ومعلومة بسيطة حكينا ان طول الثلاثمائة وثلاثين واحد ونصف عشان كيف عرف ان انا وصلت الدبث اللي بدي اياه للاملقام بكون دخلت الثلاثمائة وثلاثين في كل الكافيتي طبعا باعتمد على حسب انت ايش الرفرنس اللي انت ما اعتمده اذا انا مثلا ما اعتمد هذا الكسب هو الرفرنس بالنسبة الي فانا بدي احقيسها من هذا الكسب للفلور. اذا كانت دخلت كل ثلاثمائة وثلاثين بدي تكون واحد ونصف مليمترز. اذا انا دخلت نصف الامتين وخمسة واربعين بدي يكون برضو واحد ونصف مليمترز. حكينا المينمام عشان ترزيست معلومة جدا مهمة اللي احنا حكينا عنهم بدي استخدم هنا برضو عشان اعمل هاي الزاوية تكون تسعين درجة هي عبارة عن الزاوية ما بين هذا البيبيرد اريا هذا البيبيرد اريا لازم تكون برضو تسعين درجة. حكينا هاي مهمة نقطة معلومة مهمة. احنا حكينا انه نوع ارتباط الامالغام بالسن هو عبارة عن ميكانيكا الريتنشل. ف انا بحصله به ايش? هذا عبارة عن البكل وهذا عبارة عن اللينجول. اذا انتم ملاحظين البكل واللينجول هم اكثر كسبات بعطوني هذا الاشي اللي احنا بحكي عنه. يعني هون. الصور اللي ورجيناكم ايها قبل شوي هي بارة عن صورة بس احنا بنطلع عليها من الميزيل. فالميزيل والديستل اذا انا برضو قدرت اني انا اخليهم هذولا من هون اوسع من تحت. تمام? اضيق من تحت. انا بكون برضو عملت بس انا بشكل اساسي اعتمادي على ايش عشان اعمل انا اللوكينج او اللي هي انا اخشر الحشوة الاملغام. بكون اعتمادي على على البكل وعلى كسب. تمام? اه اضيقنا اذا كان عندنا القدرة وكان في عندنا سفيش ان انامل وما لازم اخذ من المرجن الرجي كثير بكون انا بقدر اعتمد على الميزيل والديستل اه وول. بس بشكل اساسي اعتمادي وين? على حكينا عنا شو وظيفة اه كونفيرجنس بدي يكون بدي اعمل لي اعلومة بسيطة. اه معلومة برضو السؤال دائما بيجي بالامتحان. شو معنا شكل الاجاصة? شو معنا شكل الاجاصة? اللي احنا اللي احنا حكيناها قبل شوي. انه هذا السن. هذا تقريبا هيك بدي يكون شكله. انه لو تركزوا فيه بتلاقوا هيك شكله. يعني شكل الاجاصة. اذا انت شو معنا شكل الاجاصة? هيك شكل الاجاصة وشكل اساسي. يعني البيز بده تكون وايدر دان الابكس الموجودة عندنا. فاذا انا بس كنت برر على لونج اكسيس لتوث لحاله راح يعطيني توتل اكلوزل كونفيرجنس اناتومي. فهي معلومة جدا مهمة ودائما بتجيبها بالامتحان. ليش احنا بنستخدم ميتين وخمسة واربعين وثلاثمية وثلاثين. طيب الخطوة الرابعة اللي هي الكونبينينس فورم اللي هي ايش انا يعني مثلا حكينا عنها في المحاضرة الماضية بدأ ارجع اكررها مش غلط. يلا. اذا مثلا جماعة الخير في هذا البربيريشن. انا مثلا في عندي تحت هذا الكسب في عندي زي تسوس انا مش قادر اوصله. تمام? فانا شو بروح بسوي بمسك بالبير بوسع شوية الاوتلاين هيك شوية. هاي المنطقة اللي بدي ارسمها الان في اللون الاخضر. هاي. انا بقيمها. ليش? لحتى انا اقدر اصيل حكينا عنها. انا اجيم انا الكيرواز توث. فانا اي اشي بسهل علي كونفينيس. اي اشي بسهل علي بخلي 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 اني انا اشوف اه الكافيتي زي العالم. اه اذا انا بدي اشوف اه يعني وصولي لنقطة معينة مثلا اذا كنا بكلاس تو. اه في عندي اه مثلا مؤثر علي بحف منه شوية لحتى انا اقدر اعمل الجنجفل اه بوكس. اه اي اشي بسهل علي لانا اعمل زي العالم بستخدمه. دائما انت لا تحفر في منطقة انت مش شايفها. لازم انا اكون دائما مبصر لكل اشي انا قاعد بشوفه. استخدم الميرور غير انت قاعد بتحفر للمريض. لحتى تكون شايف كل اشي في لا تمشي على العميان. يحاول حافظ على اه نرو ازمس. شو نرو ازمس? احنا حكينا عنها. هون. هذا هو الازمس. يعني انا سؤال بسيط. اذا انا كان في عندي نرو ازمس. مين احسن? راح يكون متانية الاملقم. اذا كان في عندي انا ازمس اه موجود اه بشكل خفيف. ولا اذا انا كان الاوتلاين تاعي زي هيك. اكيد الاوتلاين الازمس اذا كان صغير اللوكينج للاملقم راح يكون افضل في مراحل. فانا بالشكل العام حكينا بدي احافظ على الازمس اللي هو بدي يكون واحد الاثنين مليميترز. اللي هو عرض البير. بدي يكون عندي اه نرو ازمس. اه بدي اكون احافظ لحتى انا اه اه لحتى انا احافظ على اه للاملقم. فانا بدي احاول بشكل او باخر احافظ على الازمس يكون بالرنج الطبيعي. مش عارف ليش حكيت الدكتورة هذا المثال. بيحكينا انه يعني بشكل بسيط انه هيك بيكون شكل تمام? ايك بيكون شكل اللي بدي ارسمه الان باللون الاحمر. عبارة عن الكافيتي. هذا عبارة عن لا انا اش. بنعمله شكل هذا بنسميه هذا بنسميه تمام? اه بيحكينا انه اصلا انت لازم تقيم لازم تقيم رح تدرسوه صراحة هذا مش رحش رح رح تدرسوه للمحاضرة الجاية واللي بعديها. رح ندرسه بالتفصيل للمملكة كمان. ايه. ايه المعلومات سيبوكم منها بحا تدرسوه للمحاضرة الجاي. طيب بعد ما انا عملت بعد ما عملت الشكل الاساسي. بدي ارجع عشيك على الكافيتي كلياته. بدأ انشف بووتر بدأ انشف بثري ان وان اشوف اذا ظل في عندي انا اي اندرمايند انامل اي انفكتد دينتين حكينا عن انفكتد دينتين اللي هو بدي يكون اي اشي البلبل اذا نضيف ولا لا اذا في عندي كيروز توث ولا لا. بدأ احاول اقيم كل اشي. اه ما بدأ يعني مثلا بعد ما خلصت وعملت ما في داعي مثلا اذا هون في عندي تسوس وانا في عندي تسوس ان ارجع هاي المنطقة كل لا انا بس بقيم مكان التسوس الموجود. طيب. طيب حكينا عن هاني انا بدي احاول احط مواد اه تحمل عصب المادي اللي بنسميها على سبيل المثال انا حفرت لهذا العمق. العصب صار قريب مني. فانا شو بروح بعمل بحط مادي بنسميها اللاينر بدي احطها في اللون الازرق. اللي هي احمل عصب خصوصا اننا حكينا على الامالغام. ممكن انها تعمل اشي اسمه تنقل درجة الحرارة. فانا بحط مادة على المنطقة اللي قريبة من العصب. بحط له لاينر. تمام? لازم يكون بوينت فايب ميلي ميتر. تبروتكت البلب من اي اشي ممكن يصير. ليش انا بحط اللاينر كمان? عشان اعطي العصب فترة زمنية يقدر يشكل تير شري دنتين. والبل بصير له البلب بينزل شوية لتحت وشكل تير شري دنتين اللي هو بصير افتر انفلاماتوري او افتر سنسيتيزيزيشن بصير تير شري دنتين في عندي كمية من دنتيني كويسة قادرة انها تحمي العصب. حكينا عنها تسعين درجة. الزوايا بدها تكون راوند بدها تكون راوند انجل بدها تكون اه كيفا سيرفاس مارجن بدك تتأكد انه كل الزوايا نظيفة ومعلومة جدا قبل ما تعمل انتر رستوريشن وقبل ما بتبلش تحط تشيك على احنا حكينا كيف الميزة عن الانامة والدنتين. بدك تتأكد انه نظيف كامل لانه كده ترك الدي اي جي راح يصير في عندك راكراند كيرز. اه اه بدك تستخدم اللي بسموها ووتر اه اير اند ووتر سيرينج. اه. طيب هاي لأي حشو صراحة بدنا نعملها بدنا نعمل احنا بنسميه خلينا نرجع لكم على الصفحة اللي تحت. اه بدنا نحاول احنا في هاي الصورة اذا انتم لوحظين. اللي فوق رسمناها ايوه. لا نرجحهم. طيب. شحنا حكينا او خلينا نرسمها تحت الرسمة جديدة. تمام? احنا حكينا انه في عنا اشي اسمه. صح? بدنا نكون موجودين في الدنتين في هاي الطريقة. حكينا جمعة الخير انتو تبيولز انتو درستوها. قريبا من البال في عنا ما بينها وما بين القلب. فانا شو اهمية هذا الاشي? في عنا اشي اسمه موجودة صح? ولا لا? في عندي انا موجود جوه. هذا الفلود شو اهميته? انه هذا بيعمل للسن. فانا بدي احاول انشف السن. انا الان عملت مثلا زي هيك. بدي احاول انشف الاريا حشان اذا في عندي اذا في عندي فتات من الانامل وفتات من الدنتين فتات من الكيرز. بدي احاول انشف. بس اذا انا ضليتني حاطل ثري ان وان على الكافيتي فانا برضو راح انشف المنطقة هاي كليات من الفلويد الموجود اياها وانا اذا عملت هذا الاشي هذا اشي مش من سلامة السن اني انا انشف كل منه تمام فاحنا بنعمل بس ما بنعمل ليش لانه انا اصلا اللي هي بتكون موجود اصلا بدي يصير في عندي احنا حكي انا بنا نحاول احنا ننشف الهاي نعمل ننظف عشان نحط الحشوة على المظافة بس ما بنا نعمل اه اوبر اه دراينج لالكافيتي طيب بنا نشيك على كل الهاد بنا نشيك خصوصا على الدي اي جي اذا في عندي انا اي 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 اه اللهم صلى الله عليه وسلم محمد اذا انا في عندي اي دي اي جي مش نضيف اه خصوصا المنطقة وين بيكون في عندي انا التسويسات خصوصا المنطقة تحت الكسبات بدأ اشيك عليها بشكل كتير كويس اه اه حكينا عنه دي اجي اولا ارامنا نشيك عليه اه اذا كنت انا بشتغل مثلا بابر بدي استخدم الميرور بسميها يعني بتكون انا بستخدم بتطلع على الميرورة ما بتطلع على السن فبدي تشيك انت اذا بتشتغل انت على الابر اه اي انامل سؤال دايما كان يجي في الامتحان كيف انا بقيم الانسبوتد انامل هل بقيمه بالبير لا جواب خطأ بقيمه بالانامل هاتشت انامل هاتشت تمام اه حكينا الانسبوتد انامل رح يكسر بعد فترة عشان كلم تتأكد مقابل ما حبت الريستوريشن انه ما في عندي اي انسبوتد انامل طيب طيب انه حشوة الامالغام بتطلع صح ولا لا هاي البرودكت الدخلة جوا دنتين ممكن تعملي اذا حكينا برضو الدنتا الامالغام نفسها هي عبارة فيه ما بينها وما بين الدنتين صح صح يعني هي حشوة فضة ممكن تنقل ممكن تنقل ممكن تنقل ممكن تنقل وممكن تصير في عندي عشان انا اقلي تمام بدأ انا اغلق الدنتين اللي احنا حكينا عنهم زي هيك فانا بدخل مادي اسمها اه او بدأ اسميها نسميها الهيمة او نسميها كل هاي مصطلحات لنفس المادة انه انا بدأ اغلق كيف انا بتشتغل هاي اني انا بدي اسكر في هاي المادة هاي مختصرها الهيمة بدكم تحفظوا هاي الاسماء وقداش تركيزهم اه واحد ونص بالمية او بدأ سميها اه هيدروكسي مثل اه اللي نسميها الهيمة هاي نفس المادة اللي تستخدم اصلا اه اه في منستخدمها في الاطقم تمام اللي هي الموجود في الاطقم هاي نفس المادة تمام ونسميها طيب حكينا عنه بوست من اه مساوة طيب متى ليش اه بعد اسبوحة كان بيبطل لانه في عنا اشي اسمه منتجات المخلفات الامالغام بعد فترة راح يصير في عندي زي معادن تسكر القاب بينه وبين الدنتين راح يصير في عندي فبطل في عندي يعني بعد الحفر بطل في عندي ان شاء الله اذا انا بستخدم او بستخدم او بستخدم بده يقلل امثلة على اللي هو تركيزهم لازم تحفظوه متى انا بستخدمهم خصوصا اذا كان في انا كبير فى انني يا ممكن ان نتحسس دي هالله حكي انا مش السكيندراء دينتين مسميه تيرشارة دينتين ههنا تيرشارة دينتين التيرشارة دينتين تمام ممكن انه بعد فترة حعكي انا اذا كان في عندي انا ديب كابيتي ممكن بعد فترة اذا حطيت او اذا انا حطيت كروجن ممكن اصير في عندي انا لالبلب. طيب طيب. طبعا جماعة الخير الامالقم صلها من الف وثمانمية وعشرة وخمستاش بعرفيش صلها فترة كتير طويلة. فصاروا يحطوا عليها. تمام? هاو عبارة عن نوع من الامالقم. اضافوا عليه نوع معين من العناصر. ليش هذا الاشي بتضيفوه? يعني اذا انتم بتتذكروا يعني في اشي اسمه ذهب عيار عشرين. ذهب عيار اربعة وعشرين. ذهب عيار واحد وعشرين. شو الفرق بيناتهم? انه ذهب اللي بيكون مثلا ايار اربعة وعشرين بيكون تقريبا نسبة الذهب في تسعين بالمية. طب العشرة بالمية عبارة عن انش عبارة عن كوبر. هو عبارة عن النحاس. النحاس لما يضيفوه بزيد قوة وصلابة إذا الذهب كان ما بقدر أنا أستخدم مية بالمية ذهب إذا أنا بستخدم مية بالمية بالذهب عبارة بس أمسكه زي هيك رح يطعج فأنا بضيف له النحاس لحتى أقوي تمام أو أنا بضيف له تيتاني بضيف له ألمنيوم بضيف له أي معادن إذا أنا بضيف معادن يعرفوها وأي نوبل إليمنس إذا أنا بدي أضيف أي معادن على الأملقم نوعا ما المعادن كيف شكلها المعادن يكون شكلها هيك مش منتظم تكون زي الشارب صح ولا لا فهذا الإشي بدي يصير فيه انتر لوك بشكل أساسي أنا مصر على سيدنا محمد فيه عني إشي اسمه سفيريكل فيه عندك إشي اسمه اللي هو عبارة زي الرصاص هذا اللي هو عبارة عن زي الرصاص تمام هاي العناصر اللي احنا بنحكي عنها الخليط الموجود رح تدو سواء في الماتيري بشكل كتير كبير لكن العناصر الموجودة أو الكوبر لما أنا أضيفه على الأملقم رح يخلي القوة تعيتها أكثر ويصير قادرة للمسميها الماليبل إن أنا أقدر أشكلها في إيدي تمام وأنا أعملها كارفينغ زي العالم تمام السفيريكل هي عبارة عن مكونات الأساسية يعني أنتوا حفظوها هيك الزئبق مثلا مادة لزجة فيها مرونة فأنا بتكون شكل ذراته أو كرياته اللي فيها عبارة عن السفيريكل فهاي صعب أنا أعملها كوندنسيشن على العكس أنت مثلا زي كأنك كريات الماء بتكون دائرية صح؟ هيك بدك تعملها كوندنسيشن صعب أنك أنت تقدر تتحكم فيها لكن إذا ضفت عليها المادة اللي شكلها زي هيك وضفتها هون تمام رح يصير في عندي نوعا ما الخليط أكثر صلاب وبقدر أنا أشكله زي العالم تمام فهذا نوع من أنواع الأملقم ضفنا له كبر أنحاس وعدة عناصر موجودة عنه طيب إحنا حكينا أنه الأملقم تيجي فيه شكل كابسولات زي الجهاز الموجود عندكم نسميه الأملقاميتر بدنا نشغله بدنا نعمله إشي اسمه معلومة جدا مهمة جدا 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 مهمة رح تيجي في الامتحان أنا متى أعتبر أنه هاي الأملقم جاهزة للاستخدام ولا مش جاهزة للاستخدام إذا كانت الأملقم سلايتلي شايني يعني فيها لمعة لكن خفيفة تمام أنا بعرف أنه هون الإشي تمام تمام طبعا فيه إشي اسمه اللي هي معلومات المصنعية بيجي بحكي لك أنه هاي الكابسولي تعاية الأملقام حطها على أملقاميتر سبع ثواني شركة ثانية بتحكي لك لأنه باختلاف المواد المكونات الموجودة جوة عندنا تمام اللهم صلى على سيدنا محمد باختلاف المواد الموجودة عندنا بيختلف تعاية قديش مرة لازم أنا أحطها في الأملقاميتر فإنت بدك تشوف إنت قديش المختبر أو قديش الشركة حقيتك تحطها في الأملقاميتر لكن بشكل أساسي إحنا بنحطها عشرة من سبعة لعشرة وسبعة لخمستاش باعتمد حسب الكتب وحسب الريفرنس وحسب الشركة المصنعة تمام إذا أنا يا جماعة الخير لقيتها هيكة شوية متكسرة وصارت معكم في اللاب أكيد صارت معكم في اللاب يعرف أنه إنت عملها أندر أندر تايتريشن أو إنت عملها يعني هي لازم تكون عشر ثواني إنت حطيتها خمس ثواني إذا طلعت هيكة جافة ليش؟ بكل بساطة هاي الكابسولة إذا أنتوا بتطلعوا إنتوا أول إشي بشو بتعملوا بتروحوا تكبسوا هاي الكابسة إذا أنتوا كبستوا هاي الكابسة هون بيكون زي في حاجز مطاطي أو حاجز بلاستيكي موجود إذا أنت كبست هاي الكابسة هون بيكون في مكونات وهون في مكونات لما أنت تكبس هاي الكابسة أنت خلطت المكونات مع بعض ليش إحنا بنحطها بالأملجام ميتر عشان نصير يروج يخلط هاي المواد بعد ما فصلنا الحاجز المطاطي لما كبسنا الكابسة بده يصير يخلطهم مع بعض عشان يصيروا ون يونت بنسميها الأملجام فإذا أنا كان مفترض أخلطها عشر ثواني لسه المواد الموجودة هون والمواد الموجودة هون ما اختلطوا مع بعض زي العالم فلساتها رح تكون لساتها ناشفة إذا كانت لساتها ناشفة أو dry تمام أو يسميها crumpy غالبا بتكون under mixed في الأملجاميتر ما رح تعملها ست زي العالم إذا أنا عملت لها mixing كثير شو بدي تكون فيها بدها تكون more shiny بدها تكون زي كيف الملبس هذا الحلو الصباح إذا حدا بيعرفه بدها تكون زي الملبس اللي هيكا بيلزق أو sticky food تمام بدها تكون more shiny بدها تكون تلمع كثير تمام لأنه كل ما لمعنا إحنا هاي الشايني من وين بتيجي من مادة الزئبق الموجودة فيها فكل ما إحنا عملنا mixing زي كثير تمام جزيئات جزيئات الزئبق الميركور رح تطلع لفوق تمام في عنا إشي بنسميه الامالقام كارير كلكم جربتوا تعرفوا شو هو الامالقام كارير اللي إحنا بدنا ننقل فيه بديك تعرف أنه أنا ما بحط الامالقام هاي تبسات قاعد بحكي لكم إياها clinical لا تحط الامالقام كلياته قطعة واحدة ليش؟ لأنه إحنا حكينا بيهمني أني أوصل أنا الامالقام لكل المنطقة كلياتها وأتأكد أنه ما في عندي أنا جاب بين الرستوريشن وما بين الامالقام تحت وأنا بدأ حط قطعة قطعة بدأ حط الامالقام كارير داخلها هنا حطين هاي أول piece حط قطعة واحدة بدأ حطها أكثر إشي ديب جوه الكافيتي بعدها بدأ أحطها في الأماكن الثانية بعدها مش أوقف عن هيك بدأ أعملها في نفس الوقت وأنا بحط لها بحط الامالقام بدأ أعملها شوية condensation لا ترى الcondensation شغلات خفيفة بنحطها incremental يعني بطبقات ما بنحطها كلياتها بطبقة واحدة بعدها حكينا بنا نعمل condensation شو معنى condensation؟ حطينا أول لير من الها بدأ أعمل condensation في أداب نسميها الcondenser معلومة جدا جدا مهمة فيه إشي اسمه vertical condensation فيه إشي اسمه لا ترى الcondensation شو يعني vertical؟ يعني الcondenser اللي عندكم هيك شكله صح؟ هيك صح؟ انتو بتضغطوا من هون هيك انتو بتعملوا condensation فيه معلومتين بدي أحكيلكم إياها إذا انتو بتعملوا vertical condensation مش إحنا حكينا أنه فيه مكونات أساسية موجودة في الأمالقام في عندي المواد المعدنية في عندي الـ spherical إذا أنا بأعمل الـ vertical شو رح يصير وأضغط فيها على الأمالقام من هون أعمل vertical رح تطلع المواد الـ spherical لفوق تمام؟ المواد الـ spherical لفوق رح شوية تخلي المواد يصير لها sitting game بسرعة فأنا شو بدي أروح أسوي كمان؟ أنا لما أعمل برضو vertical ممكن أنه أنا أدخل طلع هون ممكن أنا أدخل الحشوة deep بس هاي المنطقة ما دخلت فشو بدي أروح أسوي هاي tips عشان أنتو تطلع معكم بيرفكت الأمالقام؟ مش هيك الـ condenser بدي أحاول أعمل condensation من الجانب هذا بسميه lateral condensation بعطيني surface area كبيرة يعني بدي تكون شكل الأمالقام زي هيك أمالقام كارية هيك هيك بدي يصير شكلها بدي أنا أعمل من هذا أصير أعمل condensation تمام؟ إذا أنا حطيته زي هيك الأمالقام رح يصير يتعب بهاي الزوايا اللي موجودة عندي هون تمام؟ فأعمل بأعمل vertical condensation و lateral condensation lateral condensation عشان أخلي الـ spherical برضو أعملهم condensation زي العالم حكينا برضو في نقطة أنه أنا بعد ما أخلص بدي أعمل إشي اسمه بدي أزيد واحد مليميتر من ليش أنا بدي أزيد واحد مليميتر من الأمالقام؟ لأن أنا هسا رح أعمل إشي اسمه رح أعمل إشي اسمه رح أعمل إشي رح أبلش أنا أقيم فيهم رح أبلش أنا أعمل في الاناتومي. طيب. طيب. احنا عكينا بس نعمل احنا هاي تفاصيل يمكن انتم ما تدرس بس انا صراحة درستها بتذكر معلومات من الكتاب. لما احنا نعمل اللهم صلو محمد حكيا راح تطلع اللوي اللي هي بتكون سفيريكا للميركوري. فانا بس اعمل كل هاي الشغلات بدها تروح. الكوروجين. شو الكوروجين اللي هو حكي انا عنه زي التآكل الخفيف. المواد اللي بتعمل تآكل في او تآكل للامالقام. لما انا اعملها تكون موجودة على السطح. عشان احنا بنعمل اشي اسمه البيرنشن. انه انا اخلي هذا السطح قبل ما انا اعمله بالكاربنج. انا اعمل بيرنشنج. بري كاربار بيرنشنج. قبل ما انا استخدم الاناتومي. هزا راح احكي لكم ما كم من تبسات انتو بتعملوها خطأ في اللاب. اه بعمل انا بيرنشنج. لحتى انا اقيم هاي اللاير الموجودة خصوصا اكثر اشي موجود فيها الميركوري. الميركوري بدي يكون موجود على السطح بشكل كتير كبير. لانه عبارة عن سفيريك. لما انا اعمل له كندنسيشن راح يطلع لفوض. تمام? فانا بعمل له بيرنشنج. تمام? اه. اللهم صلى على سيد محمد. هاي معلوم انتو كنتو تعملوها خطأ. اذا انتو بتلاحظوا هاي فيه الها رأس صغير. وفيه الها رأس بيجي هيكها. شوية كبير وفيه اله زي هيك. تمام? هيك بيجي الرأس ال بيرنشنج. الرأس الصغير اللي ايش انا بستخدمه? بستخدم عشان اعمل بيرنشنج قبل الكارفينج في منطقة السنترال. بمشي فيه هون. الرأس الكبير شو بدي اسوي? هذا الرأس بحطه انا تقريبا على سنترالي جروب. بحاول هون. هون سنترالي جروب بدي يكون. بدي احاول امشي انا على الكسبات بالرأس الكبير. هاي شغلة راح تعطيكم تبساتي كويسة. تمام? اه. حكينا بدي تتأكد اذا في عندك مارجنال انت قد تشوف الحواف ما بين الحشو ما بين السن. اذا كل الامور ها تمام. اه. اما لقم حكينا عن هاي النقطة. هاي المنطقة بتتكون لنهو. شكل الميركوري بدي يكون بدي يطلع على السطح. فانا بس عمل انا بدي اقيمه. حكينا بعدها بدي يكون في عندي اشي اسمه كارفر. شو اسم الكارفر? هذا دائما كان يجيبوه كارفر. تمام? اه. حكينا بدنا احنا نبلش. اه في عنا اشي اسمه كارفنك. شايفين هذا الانكلاينيشن? هذا هو اللي انتو بتغلطوه. شايفين التب تعييت الكارفر. هاي التب تعييت الكارفر بدا تكون موجودة على السنترا الجروف. اول شي انا بدي اجيب الكارفر. قبل ما انا عمل انكلاينيشن بدي ارسمها الا الاoquى يعني انا بمشي هون. بعده بطلع هنا في عندي بوكال او لنجوال جروف. بعده هنا في عندي بوكال جروف. انا بيرسم الاناتومي بالكارفر. بعد هاي شو بسوي بعمل انكلاييشن? نفس مستوى ما يلان الكسب بديLet احط عليه هذى الكارفر. بحطت تب تعيته على السنترا. اكلم بسر امشي انا الكسبات زي هيك بتطلع معي الاناتومي زي العالم. عشان هيك في طلاب عندكم كانت تعمل. وحكينا كل ما كان الازمس كبير. ليش احنا حكينا بدنا الازمس يكون واحد ونص. كل ما كان الازمس كبير وكون صعب عليك تعمل تعمل تعالي العالم. بتاع الكسبات. ونحاول احنا نعمل هاي هنا بالبداية بنعمل بعدها احنا حكينا بنعمل بعدها هنا بنتأكد انه كل الامور تمام. زي ما حكيت لكم بعد ما نخلص برضو من بنرد نعمل آآ تمام? بنعمل احنا بيرنشنج مرتين. آآ قبل وبعد قبل عشان نحنا نقيم طبقة وهي الشغلات. هنا بعديها خلص اذا انت اذا انتوا لاحظتم بعد بتكون المادة صار لها ست. فانا بدي احاول اعمل هاي المادة عشان انا اثبت المادة آآ صار لها لانه انا بعد اربعة وعشرين ساعة بدي اجيب البيشنط آآ ما بدي المادة تروح تتاكل آآ منها جزء او صير هون مثلا ينقص شوي من الاملقة اللي هون. فانا بدي احاول اثبت المادة في مكانها تسميه بيرنشنج برضو عشان اتاكد انه المارجن هون امورها تمام. شكل وهي معلومة جدا مهمة. ده احكي لكم التبات. انتو الان قاعدين تشتغلوا على جو. هذا الجو عبارة عن بلاستيك. كلينيكال تيبس. شغلات تعملوها انتو في العيادات. عمركم ما تاخذوا الاطباق تاع البيشنط. عمركم ما تاخذ الاطباق تاع البيشنط الا والبيشنط ابرايت. شو يعني? البيشنط تكون رافعين وتسعين درجة. ليش هذا الحكيم. لما تكونوا مراجعين البيشنط يعني ذاوي التسعين درجة. المسلز اوف ماستيكيشن. هذا طبعا بني ادم هدول رجلو هدول ايدي. المسلز اوف ماستيكيشن بيكونوا ريلاكس. تمام? فما راح تقدر تاخد الطبعة زي العالم. في معظم حياة البشر بيكون اصلا راسهم تسعين درجة. صح ولا لا? فانت بدك تحاول تاخد الاكلوجين في البيشنط لما يكون في الوضع الطبيعي. اللي هو بدي يكون تسعين درجة. بتخلو البيشنط يفتح تحطه بتخليه عب مرتين. بعدها يحرك يمين ويساره هو مسكر. ليش? اول اشي الاكلوجين بنطب ليش يحرك يمين ويسار? عشان نبين هل فيه على الكسبات هنا ارتفاع? اذا كان الاسبوت هنا في معلاته عالية اه لما يفتح ولما يسكر. اذا كان فيه هنا مثلا حشو هنا. هنا حشو زيادة. هنا حشو زيادة. هذا بيكون اه طلع لما البيشنط حرك يمين ويسار. فبتعرف انت وين بدك تحف. طبعا انت لما تحط هاي الورقة لونها احمر. لما تحط هاي يفترض لونها احمر. لما يطلع عندك اي اشي من على الحشوة اعرف انه هاي الحشوة عالية من هاي النقطة. بنسميها تمام? بدك تروح تجيب. اه اللهم صل على سيدنا محمد. او بدك تروح تجيب اي بدك تحف من هاي المنطقة لحتى ترجع على الاكلوجين. بدك تضلك تشيك على الاكلوجين. اه بالوضع تمام? بدك تحرك يمين ويسار. بعدها تفتح تحط تسعين اه درجة. اه. اه. في معلومة كثير لطيفة ممكن لو احكي لكم ايها تستفيدوا منها. انه فلناك افترض انه هذا. اوش عارك كيف صلاح ارسمكم ايها. اه. اختصارها في اشي اسمه الكيرب اوفي سبيه تمام? اللي اخدتوه انتو في مادة الاكلوجين. اذا البيشنت كان مثلا من هاي الجهة عالية. مثلا هون انت عابلين حشوة. انت عابلين حشوة على السن هذا. بتكون الشيكه على الاكلوجين هون. اذا كانت هاي الحشوة عالية من خصائص الفكين انه مرتبطات في بعض. لما يعض البيشنت الجهة الثانية على السيكس رح تكون فاتحة. تمام? فهيك بتعرفوا انه فيه حشوة عالية ولا لا. الاصل انه البيشنت لما يسكر ويعض ويفتح ويسكر تكون الحشوة يمين ويسار كلياتهم مسكرات. اذا كان جهة فاتحة وجهة مسكر اعرفوا انه هون الحشوة على الجهة هاي عالي. هاي التب بكلينيكال ممكن انكم تستفيدوا منها. بعد ما نخلص حكينا اه حكينا طب متى انا باخذ الهات بشيك انا على الاكلوجين بعد ما انا اعمل بس نخلص كل شي احنا بنشيك على الاكلوجين. سبحانك اللهم وبحمدك نشده الليلة الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله اعطيكم العافية. اعذروني الامان انه هيك اذا كان الشريح سريع او اذا في اشي ما فيمتو تواصلوا معي بس لاني صراحة كنت تعبان كتير الفترة الماضية اه ودعواتكم. لا تنسوا اهلينا في غزة من دعاكم. الله اعطيكم العافية.